اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والحمد لله لك رب يعني تبنى العمل اكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة بدعم من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولعهد الفجيرة المخفض ياي لانه يكون بعض من الافكار او بعض من الحوارات اللي صارت الايام اللي فاتت فبدينا نتناولها على المسرح وايضا دخلنا الذكاء الصناعي في هذا العمل رحلة جميلة بيعشها الجمهور ان شاء الله ابتداء من المكان اللي نحن موجودين فيه وبنلف فيه الى ازم متعددة وثم بنرجع للوطن الحبيب ونحطي ايدنا في بعض علشان نكون نحن سند ودفاع لهذا الوطن كل التوفيق الله يسلم كاتب اسمان الشاطي مرحب فيك اهلا وسهلا حياكم الله ونورتونا انا بكواليس مسرحية المنخفض ياي قبلنا عن فكرة المسرحية والله الفكرة مثل ما انتم شعفين من الاسم المنخفض ياي ويعني حدث صار في الامارات الحبيبة قبل شهرين وثلاثة فالجمهور رح يتعايش مع هذا الحدث ورح نطلق لبعدة يعني اماكن شيء ايجابي شيء سلبي شيء كوميدي شيء تراجيدي فشلون تعامل بعض الشعب مع هذا المنخفض وشلون فكرة وشلون نسقه وفيه احداث معينة تصير حق هذه الشخصيات والجمهور رح يحس انه هو قريب من هذا الموضع لانه فعلا عايشة قبل فترة قصيرة كيف ايجتك الفكرة وكيف هيك طلعت معك التكتب على هذا المسرح يعتني الفكرة وانا اشوف فيديوهات احد الاصدقاء في منطقة كلباء والغرق اللي صار وطلعوهم راحوا مدينة ثانية كوميدية يعني ايه المسرح هي كوميدية يعني راح تشوفون يعني اشياء فيها مبالغة اكيد زين عشان نعطي شوي جرعة من الكوميديا وفيه اكيد رسائل مهمة وطنية وشلون تعامل الشعب مع الحكومة وهذا التوافق اللي صار باللاثنين عشان يعني ينقذون الوضع فكان فيه اشياء حلوة وبنهاية قضايانه واحدة سألون كويته والاماراته وشيء المنخفضية حق الكلم فالحمد الله كيف اخترت الممثلين او يعني من الكويت من هون يعني كيف كان الخلطة يعني والله الامانة انا طلب مني استاذ مبارك ماشي المخرجة والجهلة تحية انه اعرض ترشيهات حق الشخصيات والفعل اعرض ترشيهات وقال انه نبي نسوي مزج ما بين المثلين الكويتين والاماراتيين نبي هذا يعني التوافق الفكري الكوميدي ما بين الشعوب فالحمد الله طلعنا بهذه الخلطة الجميلة جدا والحلو انه حابين بعض يساعدون بعض قدرة المكان وان شاء الله تشوفونهم على المسرح بطريقة يعني يبين هذا الحب على المسرح فالحمد الله تحس انه في اقبال للمسرح بعض يعني في ناس متحب المسرح ويعني في مربح يعني في نتيجة من وراه انا ما اقدر اقول مربح ولا لا هذا عند الجهة المنتجة لكن في اقبال اي نعم في اقبال خصوصا يعني الجمهور نرجع ونقول دامنا القضية تمسه زين قضية قريبة مننا اكيد بيحظروا يشوفوا عنده فضول الجمهور نا عنده فضول انه يبيعرف شنو موضوع المنخفض شنو هذا احنا جاي ربنا بس نما يشوفها على المسرح شلون تناوله القضية فالجمهور اكيد يعني يحظر حق المسرح ازين وهني الجمهور اللي ما رات متذوق يعني ما ما راح يغشمر اذا الامل حبه تشوف سول داوت وما في كرسي اذا الامل ما حبه تشوف انه فعلا ما يقدر حد يكمل عرضين فهذه حقيقة لازم نواجهها والحمد لله يعني التذاكر عندنا تقريبا سول داوت ايو والله الحمد لله وفي اقبال جدا جميلة سؤال المسرحي ممكن تتصور كمان تعرض بعدين باماكن معينة هي ممكن تتصور اي نعم ممكن تتصور بتنعرض وين عاد على منصات على اليوتيوب على قنوات الله اعلم بس اللي عارفة انها اليومين تصوير وهي فقط ثلاث عروض واذا صار في مجال ان شاء الله ان تفر الخليجة او شي تذي اذا صار في تعاونات ان شاء الله خير فنانة عهود النويس يا اهلا وسهلا كل عام انت بخير يا علي ونورتنا اليوم في مسرحية المنخفض ياي في امارة الفجيرة وان شاء الله يا رب تستمتعون في هذا العمل اليوم ما شاء الله عليك انت بحسك بنت المسرح عهود يعني دايما مسرحيات مسرحيات يعني بتحب المسرح كتير اكيد يعني الحمد لله طبعا انا شاركت في اعمال دراما وشاركت في السينما لكن سبحان الله المسرح لها انطباع مختلف بالنسبة لي صح انه فيه تعب وفيه اجتهاد كبير وانك انت تضيع وقت طويل من حياتك طول الوقت بروفات بروفات لكن وقت ما تطلع على خشبة المسرح وتحيي الجمهور وتسعد الجمهور هذه سعادة بحد ذاتها لا توصف اكيد طبعا عندك عشاء للمسرح انا بشوفك ما شاء الله عليك يعني وبشوف حضورك يعني اكتر من من مسرحية المسرح صعب يعني مش مسهل يعني قديش بتحسي حالك هيك متمكنة انت على المسرح يعني انا بصراحة يعني والله الحمد انه خلال الفترة اللي طافت ولا عيد مرة علي بدون ما اقدم عمل للجمهور وكلمة لي اطوره طبعا انا حب اشكر المخرج الاستاذ مبارك ماشي على ايمانه فيني وعلى اعطاء الفرص في اني اكون جزء من اعماله ودائما وكفتها معاي وخصوصا في البروفات ودائما يعطيني الملاحظات اللي لازم انا اسمعها والحمد لله سبحاء يعني كل سنة عن سنة اتطور اكثر الممثل دائما كل ما لا يتعلم كل ما لا يكتسب خبراتي ديدة وهذا مش غلط بالعكس هذا الشي يرفع منه اكثر بتحسي يعني المسرح بيعطيكي مثل خبرة وحضور اقوى وطاقة لانك انت يعني يمكن لما بتكون عم تمسلي مثلا بمسلسل او بفيلم بتحسي حالك كتير سهل لانك انت بنت مسرح شوف هو في الحالتين مش سهل سواء تمثيل الافلام او النسلسلات والمسرح لكن الفرق من بينهم انك انت مباشر الجمهور دايركت وان انت كيف جديد كمان يعني مبارك تضحك الجمهور مش سهل يعني طبعا ترى هذا اللي اي 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 اقولك ايا انك اي كيف انت اليوم تستمت طاقتك كلها من جمهور قدامك وكيف انت تقدر تخلي هالمئات الناس اللي قاعدة قدامك انهم يضحكون ويستمتعون وما يمسك تليفونه ويمل هذا طبعا مسئولية جدا صعبة فانا استمت طاقتي وقوتي من هذا الجمهور الرائع واحاول على قدمه اقدر اني انا امتحهم في العرض وان شاء الله يا رب هذا العمل ايضا يستمتعون معانا ونقول لهم المنخفض ياي وهاتوا مظلاتكم هاتوا عواماتكم لان ما تعرفوا شو بيصير خبرين عن دورك بهذا العمل المنخفض ياي انا دوري في امرأة حامل طاحت في المنخفض وكانت ممكن تغرق او خسرت بيت او الاخرة غير ان هي حامل هي في السوشال ميديا بلوغر فكانت اتصور الاحداث اول باول ولكن مش الاحداث الطيبة اللي صارت لا كانت دائما تنشر فقط السلبيات عرفت كيف فدوري نهي انا كنت بلوغر من التواصل الاجتماعي انشر سيئات اللي حصلت في المنخفض وفي نفس الوقت انا حامل وحابة اني انا اطلع من البلد اللي انا فيها واخاجر اروح مكان ثاني اامن بالنسبة لي من وجهة نظري اني انا اولد فيه ولكن انصدم ان انا مهما سافرت ومهما رحت ومهما سويت ما بلاقي مثل بلادي اللي هي بتكرمني وهي اللي وقفت معاي يعني هذا جزء ما بحابة احرق يعني البس رحية بس انا اقول تعالوا وشوفوا لانه مو بس شخصيتي انا فيه شخصيات مختلفة في العمل وكل شخصية في عندها رسالة معينة كل التوفية يعطيك العافية علي واشكرك مرة ثانية على تواجدك وعلى دعمك الدائم في جميع المسرحيات وحرصك على تواجدك ودعمنا فنان عدل سبيت مرحبين هلا وسهلا فيكم منوريننا في هذه المسرحية مسرحية المنخفض ياي تطبرنا كيف التحضيرات والله طبعا التحضيرات صارت في هذه المسرحية طبعا من اول يوم لما ابتدنا في تجميع الشباب وتجميع الكاستنج وبعدها لما ابتدنا في القراءة وهذا كنت بصراحة أتكلم عن نفسي أنا كنت وايد متخوف أننا كيف نقدم هذه المسرحية ويتقبلونها الناس لأنها قبل شهر تقريبا من عرض هذه المسرحية كان صارت هذه الحادثة عندنا فكيف ممكن أنت تعرض شيء من معاناة الناس فقررنا يعني تحدنا بين المخرج والمؤلف ونحنا كاستنج جميعا أن نقدم هذا العمل بصورة كوميدية بصورة بسيطة أنك تلامس يعني قلوب البعض لكن بنكهة خلنا نقول كوميدية فالحمد لله رب العالمين مشاهدك أكثر شيء مع مين حتجمعك بالمسرحية والله طبعا مشاهد هم اللي بيجتمع معاي أنا طبعا يعني هي ها 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 ه تدور أحداث المسرحي كيف نحن كناس تأثرنا بهذا المنخفض كيف قاعدنا نتعايش مع هذا المنخفض وكيف نحن من داخلنا لما يعني أحيانا لما تصير لك يعني يصير لك حادث أو شيء أنت تضايج من نفسك تضايج من الوضع اللي أنت فيه تبغي تطلع من هذا المأزق بأي شتى الطرق فنطلع نروح لكذا زمن أو لكذا بلدة فنشوف أن المنخفض لاحقنا يعني المسرحي بالدور بي أكثر من أكثر من زمن هي أكثر من زمن بنطلع عبر يعني مدري ممكن حد قال لك أو الشباب اللي غير يسوي لقاب لكن بحرك أنا هذا الشغل طبعا منروح على الطريق الجد شركة تقدم لنا الذكاء للصناع وطبعا ورحنا في هذه العزمنة كلها مرحبا لكذا زمن طبعا هني الدور الأحداث في الكوميديا في المأساوية في المشاهد الدرامية في المشاهد وفي المسيجات اللي لازم توصل للمجتمع ككل أننا نحن ما نضايج من حالنا ما نضايج من وضعنا ما نضايج من الوضع اللي نحن في لازم نتعايش معه لازم نتعايش مع الوضع وأنك أنت شو سيء يعني في وقت المصيبة الواحد ما ينسحب بالعكس يوقف يجد الحلول ونشوف الثقرات ونسد الثقرات إن شاء الله أتمنى إن شاء الله أن نكون في مسرحية المنخفض يا أي فهذا العمل الدرامي الكبير الكوميدي أنا أعتبره بصراحة أننا نحن نقدر نوصل معاناتنا أو معانات الناس اللي أي وأنا واحد من اللي أتأثر بالمنخفض تأثر بالمنخفض لكن الحمد لله رب العالمين ورح تشوفون إن شاء الله فرجة جميلة بصرية وكوميديا راقية إن شاء الله في هذا العمل الجميل إن شاء الله شكرا لكم كل قلبي يا حبيب شكر لكم إن شاء الله ما قصرتم